درس اليوم السادس لمقارنة الكسور هناك مثال واحد كاتبين نضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي في المربع لتصبح العبارة صحيح فيما يأتي كاتبين بالأول 3 على 10 و 65% دائما بس نقارن ونحط إشارة مقارن لازم يكون 2 كسرين أو 2 أعداد عشرية أو مثلا هنا النسبة المئوية وعدد كسري لازم نحول نسبة المئوية لعدد كسري أو نحول العدد الكسري أو الكسري العادي لنسبة مئوية هلأ 3 على 10 و 65% عشان إحنا نقارن بينهم بنا نحول 13 لعدد عشري في فاصلة أو بنحول 65 لعدد العشري لكسر عادي فهنا قررنا نحول 65 على صورة كسر 65% بنكتبها 65 على 100 لما نحولها لعدد كسري أو كسر عادي لازم أوحد المقامات في الكسور عشان أنا أحط إشارات مقارن لازم نوحد المقامات فعنا 3 على 10 و 65 على 100 كيف بدي أقارن بينهم من واحد مقامات فمنضرب العشرة ضرب عشرة ضرب عشرة في البص والمقام عشان نصير عنا المقام 100 لما نوحد المقامات بنقارن البص بس أرحالي من أكبر الثلاثين وللخمس وستين 65 هو الأكبر فبتطلع ثلاثة على عشرة هي أقل من 65% يعني 65% هي أكبر من ثلاثة على عشرة في المسألة الثانية كاتبنا 75% و44% برضو نفس الأشي بنسبة مقوي وكاتبنا واحدة عدد عشري هلأ نحول الثلاثين لكسر 75% بنكتبها 75 على 100 وال44% بنسبة مقوي بنكتبها 44 على 100 المقامات موحدة بقارن 75 و44 من أكبر 75 هي الأكبر فبتطلع 75% أكبر من 44% آخر واحدة اللي هي عنا نص واحد على اثنين وخمسين بالمئة تنتين بدي أحولهم لكسور هلأ 50 بالمئة تكتب 50 على 100 الواحدة على اثنين بدي أواحد المقامات عنا هون مئة هون عنا اثنين بنضرب ضرب خمسين ضرب خمسين في البسط وفي المقام واحد ضرب خمسين بعطينا خمسين اثنين ضرب خمسين بعطينا مئة خمسين على مئة وخمسين على مئة هون المقامات موحدة والبسط نفسه فبالتالي تطلع اشارة اللي هي المقارنة مساوى إذن ونص تساوي خمسين بالمئة طبعا هون عنا في التدريب نفس الأمثلة عنا اثنين على عشرة خمس واربعين بالمئة بنكتبها خمس واربعين على مئة ومن واحد المقامات بنضرب ضرب عشرة ضرب عشرة في البسط والمقام تطلع عشرين على مئة وخمس واربعين على مئة وطبعا الـ 45 أكبر من العشرين فبتطلع اثنين على عشرة أقل من خمس واربعين بالمئة تسعة وستين بالمئة وسبعة وستين بالمئة هاي بنكتبها تسعة وستين على مئة وهي 67% فال69 اكبر من ال67 اخر واحدة برضو هنحول 1 على 4 اللي هي من واحد المقامات هاي 45 على 100 وهون واحد مقامات حكينا نضرب بالاربعة ضرب 25 في البسط ومقام عشان تصير 100 فهي بتطلع 25 على 100 وهناك برضو 25 على 100 والبسط متساوي والمقام متساوي اذا هون لدينا القيمتين متساويتين في عنا في الدرس اللي هو كيف في رتب الكسور او الاعداد تنازليا برضو نفس الشينا نحول كلهم لعدد كسري اللي هي 4 على 10 و77 بالمئة و55 بالمئة هنحولهم 77 على 100 زي ما كتبناها هون 55 بالمئة نكتبها 55 على 100 هلا بدي اوحد المقام في الكسري الاول بضرب ضرب 10 ضرب 10 في البسط والمقام ده تصير 40 على 10 فبنقارن هذا 40 77 و55 بدنا تنازليا يعني من اللي كبير للصغير فاكبر اشي دي هو 77 بالمئة هاي اول واحدة هنحطها بعدين 55 بالمئة هاي نحط العدد الثاني وبعدين اخر اشي دي هي 4 على 10 اللي هي العدد الثالث اللي هي 40 بالمئة هيك احنا منكون رتبنا الاعداد تنازليا اللي هي 77 بالمئة بعدين 55 بالمئة بعدين 4 على 10 وهذا هو الدرس المقارنة الكسور احنا رح نحول كل الاعداد سواء كانت نسبة مئةوية او عدد 10 الى كسور بعدين رح نواحد المقامات ونقارن البسط من اكبر من اقل وعلى اساسه بحط اشارات التباين وعلى اساسه بقارن او برتب الاعداد تنازليا او تساعدين